على شباك جيبي ماليليا الإسباني وقعت المأساة التي تكررت ومازالت تعيد للأذهان مشاهدة من محاولات الهجرة غير الشرعية حول العالم هذا المشهد العنيف نتج عنه مصرع 23 مهاجراً كانوا يحاولون المرور من المغرب إلى إسبانيا ولكن القوات المغربية لم تقف مكتوفة الأيدي حيث حاولت ردع المهاجرين الذين استخدموا أسلوباً عنيفاً للهجرة ما تسبب في اشتباكات بينهم السلطات المغربية وصفت الواقعة بالتدافع كون المهاجرين حاولوا تسلق سياج مرتفع جداً وتمكن من العبور نحو 100 شخصاً وأكدت السلطات أن 140 من قوات الأمن المغربي أصيبوا إثر ذلك ومن جانبه قرر القضاء المغربي ملاحقة 65 مهاجراً بعد الحادثة حيث وجهت النيابة العامة بمندينة الناظور في المغرب تهم الدخول بطريقة غير شرعية لأراضي المغرب إلى 37 متهماً كما أدنتهم باستخدام العنف ضد موظفين عموميين والتجمهر المسلح هذه الحادثة تلقي بظلالها على استمرار أزمة الهجرة غير الشرعية حول العالم وتبعاتها السلبية سواء على سلامة المهاجرين أو قوات حرس الحدود في عدة مناطق ورغم هروب المهاجرين غير الشرعيين من مناطقهم بحثاً عن حياة أفضل إلا أن ثمت جهوداً أممية تسعى لتقنين أسباب هذه الهجرة والتي وفق تقديرات الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في شأن أوضاع الملايين في عدة دول تعاني من أوضاع صعبة